شكرا معلقنا كابتن أحمد مناع إذن انتصفت المباراة قدم نادي الأهلي 41 37 في مباراة سريعة الحقيقة مباراة سريعة جدا 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 من نقلة من هنا ل هنا يعني أحداثها سريعة من أكتر مباريات حتى لو خدت بالكم في التايم قاوت اللعيبة الحقيقة يعني نفسها مكروش من كتر الجاريس راحل النهاردة مباراة سريعة على غير المتوقع براحب ديوفي للمرة التالية كابتن سرعوي من ورد المرة التالية كابتن نبيل من ورنا المرة التالية كابتن نبيل يعني فنيا الفترة الأولى والتانية رأي حتى داك هي المباراة الحد ما متكافأة في بعض الأخطاء التحكمية برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه أغلب بساكة الزمالك كانت من البيكندرول ومن الهجوم السريعة ومن الدخول من ناحية اليمين فبرضو احنا غير دلوقتي يعني لازم نوقف البيكندرول بتاعه زائد طبعا ان الهجوم السريع لازم اعطل اول كورة يعني احنا المفتاة بتاعتنا بتدخل تلم لو ما لمتش بتروح راجع لا انا لازم اعطل الكورة الاولانية للزمالك علشان ما يطلعش كورة عالجنب وكمان لازم ارجع عالجناب عشان اوقف الفاست بريك بتاع الزمالك دي يعني دي الملاحظات اللي هي يعني جاب تذكور كتير في الفترة اللي قلنا اشكرا كابتن نبيل كابتن سلعوي انا شايف ان هي مباراة سريعة جدا زي ما انت قلت وانا اقيدك في هذا الكلام وبعدين هي مباراة متوترة شوية بين الطرفين لكن النهاردة المحترف بتاعنا شكله افضل بصراحة بصرف النظر عن الاربع ثلاثات واقف عمل كنترول على الفريق كويس هي بس احنا عندنا عايز اقول ان المدربين اتنين مدربين حفظين بعض واللعيبة حفظة بعض فمعظم الالعاب مقفولة النهاردة وكل البصاقب بيتيجي من اجتهتات شخصية للعيبة او اراية للعيب في الملعب تحرقاته انا شايف ان الرباون برضو هم مسيطرين شوية هم اسرع خفاف لازم زي ما كابتن نبيل بيقول ان لازم السناتر يعطله اول باص نعم علشان ببقاش في فاص بريك هم بيجروا بسرعة وبرتدوا سريعة في ملحوظة برضو ضياع الفوت شوتك من الفريقتين ودي حاجة خلينا كابتن نروح للارقام ترى ما حداك بدأت تتعلم في الارقام احنا هندفل فريق عندنا براندوم برصيد 15 نقطة حضيتهم اوت افورتي وان بوينس يعني تقريبا حاطت اولمس تقريبا اكتر من 40% تقريبا 40% من سكور الفريق يعني لو قلنا 15 نقطة من 41 نقطة يعني حاطت 36% من سكور الفريق عالي جدا طبعا من نسبة البيتجار فيرتجول عالي جدا 7 من 5 يعني عمل 7 محاولات حط 5 يعني سجل 5 منهم 4 لميات سلسية عندنا تاني الهدفين وهو محمد ابو النصر اللي انا شايفه النهاردة من احد دجوم اللقاء بسبع نقاط محمد ابو النصر محمد ابو النصر سبع نقاط اكتر لعيبة مشاركة في الشوت الاول كله يعني اكتر لعب يعني 13 دقيقة اللي هو براندون هاب امين هم اكتر اتنين لعيبة ويأتي معاهم كمان عمر الجندي دول 13 دقيقة من 20 دقيقة اللي لعبوهم في الشوت الاول تقريبا او الهفتايم الاول وتايم طب نادي الزمالك خليشوف يعني نظرة كده على نادي الزمالك هداف نادي الزمالك هو بست نقاط عمر هشام لا لا اسف خالد عبد النصر خالد عبد النصر بتمن نقاط بتمن نقاط خد النصر واضح احنا هو اخد ضنكين باين واخد له كورتين كده حطوهم يعني من وسط الديفنس 8 نقاط خد عبد النصر يأتي وراءه عمر هشام 6 نقاط وبعد كده احمد اسماعيل 5 نقاط الاسكور متوزع على لعيبة نادي الزمالك بشكل كبير طيب خلينا نشوف احصيات الفرقة كفرقة بقى انا برضو يعني ضيوفي معايا عشان برضو نعلق على الارقام عندنا احنا 3 point او خلينا الفلدجول النسبة اللي ايه شوف بقى يا كابتن السلام السلام عالكلام يا كابتن الفلدجول بتاعنا النهاردة خمسين في المائة اهو عالي كويس 8 و 20% كان في ماتش الاتحاد يا كابتن النهاردة 25% الفلدجول وهي دي النسبة اللي تفرق معي احنا شقعتين 32 و 30 شقاطة حطين 16 منهم يا كابتن هو ده كلامنا اللي اقولته قبل الفلدجول لو زبطناها النهاردة احنا ليد من اول الماتش لسهما برضو اعلى مننا اما هولفلدجول هم كام 53 و 50 لا يعني قريبين من بعض الله ينور عليك يا كابتن وعشان كده الماتش ماشي في الاخر ايه اكوال اه انما النهاردة كنا الاتحاد 50% واحد ثمانية عشرين في المية ومع ذلك خاصة من الاتحاد 3 مونت لا احنا النهاردة محتاجين ان احنا الفلدجول طيب ايه بقى اللي خلينا ماشيين معهم نقطة بنقطة نتكون نشوف الريباوند كده مع بعض يا كابتن الريباوند بتاعنا توتر ريباوند مش التوتر ريباوند عندنا احنا 24 ريباوند توتر ريباوند عندهم هم 11 ايه ده طب ازاي كابتن ازاي احنا نضح في الريباوند وماشيين معنا ايكوال طب ديه تفسيرك يا يا كابتن لا هو ريباوند احنا بنجيب ريباوند كتير طب خلينا نشوف ديفنسيف ولا اوفنس يعني نشوف احنا الاكتر لنا في الديفنسيف ريباوند 15 في الوفنسيف ريباوند 9 احنا نضح في الريباوند بتاعهم يا جماعة احنا لازم من الاسكور يكون اكتر من كده طب ليه السبب احنا بنعملش هجوم سريع هما لما بيلموا الكوة بيجروا علينا هجوم سريع يعاني عليك يا كابتن ابيل يعاني عليك صح احنا بنجيب ريباوند وبنطلع 6 بلايين 6 بلايين نضح لعب 5 على 5 طب تعالين نشوف طيب هقول لحدك بقى كابتن اللي انت بتقوله يبان في الاسكور فروم ايه فروم فاست بريك هنا بوينس فروم تير نوبر بوينس فروم بانت فاست بريك بوينس بتاعت الاهلي يعاني عليك يا كابتن 8 بونت بس الفاست بريك بوينس اللي حطيناهم الفاست بريك 8 بونت هما 11 بس يعاني برضو ما بتجمع طيب البنش بوينس من الزمالك اللعيبة اللي نزلت في التغييرة كلهم حطين 19 بونت احنا حطين 12 اللعيبة اللي نزلوا من البنش ما كانوش مركزي بس ارجع وقولك يا كابتن برضو كيجو كويس النهاردة كيجو كويس اه لعا كيجو فاي يعني من احسن مبارات شفتها له اه هو ما حطش سكر كبير حط تريبين 4 بونت يعني مصطفى كيجو 4 بونت اه انا فاكر لا ابو الناصر كويس ابو ناصر لا هايل اللي شال الشوت الاول والتاني دفاعيا وهجوميا بصراحة الولد براندون وابو الناصر وهبقى مين دفاعيا كمان يا كابتن ما علشي بس انا عايز اقول حاج كابتن في النقطة دي هبقى مين دفاعيا ماسك مين ماسك المحترف ساعات وساعات ابو الناصر هو في الملعب هو اللي باسك لا ما بيتل ابو الناصر فمجهوده هبقى فمجهوده ها بيستغرق كله في الديفنس بيروح الاتاك بس تراتة بونت الهابقى مين قليل اه انا بقول لك بيروح في الاتاك اه اعمر الجندي اعمر الجندي برضو فول شوتنج كمان انا اول مرة شوف اهاب بيضاع فول شوتنج يعني عندنا اتنين لعيبة من المهدفين بتوعنا جايبين اهاب امين تلاتة وامر الجندي سبعة لأ محتاجين هما عندهم كمان تطوق في الاسست يعني هما الاسست مثلا يلي عمليين اتناشر واحنا سبعة هما اه اه دي كمان نقطة بس خلي بالك يا هبقى مين عامل اربعة من السبعة يا كبتان اه معا هبقى مين اللي واحد الله أكبر ما شاء الله يا ربينا لا احنا بص الارقام بتقول ان احنا قريبين من بعد بس احنا لازم الفاست بريك ازا ما قال كبتال نبيلا كبتال سلعب الفاست بريك محتاجين سكور او فاست بريك بوينس مفروض تبقى اعلى من كده اه بس النقطة بتاعت الكابتال نبيلا بقول عليها هو اللعيب الاجنابي بتاعنا كابتال هايسام حتى لو في فاست بريك بيروح هو راجع ومهدي الملعب ويلعب سيت بلي طب اقول لك على اه نعم تمام يا كابتال اقول لك على رقم غريب جدا بالرقم ده احنا مفروض نبقى تلينا عشرة بونت ساكند شانس بوينس ان انت بتلميه وتحطاه احنا حطينا عشرة بونت من ساكند شوت طب الزمال لك حط تتكمي يا كابتال ولا حاجة زيرو ساكند شانس ودي اهم زيرو ودي اهم يعني انا بالنق بص يا كابتال احنا لو الفاست بريك زبط معنا زي ما قالت يا كابتال نبيل احنا نبقى في حتة تانية بلاقى ارقام دي انت النهارده عامل ساكند شوت يا كابتال كورتال شوت نجليها اللما نحطها حطينا عشرة خمسة باسكت عشرة بونت هم معرف ما نجحوش ولا مر معلش يا كابتال احنا برضو الاول كورتالين ممكن يكون شد عصبية ممكن يكون توطر لكن ان شاء الله بالارقام اللي انت بتقولها دي وبالارقام اللي انت حلقتها دي هنطلع عليها يعني اتوقع ان احنا لو حافزنا على الارقام دي يا كابتال لا هلمطش يخلص عشرة خمسة بونت رأي كي يا كابتال نبيل اه طبعا احنا احنا لازم نجري هجوم سريع ولازم نأكد على ان احنا ننزل الكورة للطوال لحد الماء عشان برضو نستنزل في الفولات بتاعته طوال بتاعتهم ونقدر يعني نماشي الجيم زي ما احنا عايزين انا رأي كي يا كابتال انا رأي كمان كابتال هايسام احنا مش عايزين نماشي الجيم باسكت باسكت تري بوينت باسكت لازم ان شاء الله في الكورتر التالت ان هو بيعتمد في مستر جس على لعبته الاساسيين اللي لازم ان شاء الله نفرق فيه طيب ممكن اقول حاجة كمان يا كابتال نفسي نبطل نقلل من الشوت تاتة بنت احنا تلاتة بنت شايتين اتناشر جايبين تلاتة نسبتنا خمسة وعشرين في الماء قولا ايلا جدا كتير قوي اتناشر تلاتة بنت و بنجيب تلاتة هناك شايتين كام سبعة بس جايبين اتنين بنسبة كام تمانية وعشرين في الماء نسبتنا خمسة وعشرين في الماء كتير لأ انا اصدقل ان اننا لعدد لعدد بس احنا ساعات بنشوط بنلعب انصيدة جماعة نتيجة ان احنا بنستهلك الوقت فبتبقى فاضل ثواني بسيطة بننهي الكورة على البازكت بتتحسب بس احنا ما ببقاش يعني ما ببقاش محاولة حقيقة ما ببقاش محاولة حقيقة بس يا كابتن بتتحسب في الارقام انا بدري عشان كده بنقول اللي احنا لازم نبتدي بدري ان احنا نهجم هجوم سريع او ساكن او ساكن ان احنا برضو بعد الهجوم السريع يبقى جاي هجوم منظم من الطوال بحيث نقدر ياخد موزيشن مسبوط حتى الحالة اه روحنا بديم لكن احنا بنضيع كتير جدا في الدريب اللعب المحترف بتاعنا بيخلي كورة في ايده كتير قوي هاب أمين بيخلي كورة في ايده كتير قوي فده اللي بيصنق اللعب فيجي في اخر سن يعني كورة تمشي لكن لو فيه تمشي منهم احسن يمكن هاب أمين اكتر سنة لو فيه فاص بريك كابتن وفيه خطوط اللاينز هيجروا فيها واحد اتنين وثلاثة 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 هتلاقى خمسة هيجري بوزيشن هيبقى فاضي اربعة جاي قاطع بتبقى الدنيا ما قفلوا جوه وكتر التمرير هيعمل خلخالة للدفاع طبعا لكن طول ما انت بتعمل دريبل الدفاع منظم نفسه وسابت يا كابتن وسابت الدفاع بس انا نفسي نفسي الحكام يا جماعة والله العظيم احنا بنعاني والله العظيم يا كابتن احنا بنعاني فعلا يا جماعة اغطاء يعني فيه فاولة حسب على 7 سامير يا جماعة معاليش لو ترجبهوني في الديئة 34 كان على اللوحة 34 ثانية في الشوت الاول والله سيف وهنا قبل سيف اصلا ملحقش يروح له يعني مش مثلا راح له فدفع عليه سيف لف بوشه كده لا الحكم بيصفر عليه فاول يا جماعة دي ألف به يوجد ثلاثة لو في كرة الكيجو برضو حضنه عمليوني الحكم ومرة تانية ماسكه وبي قدد لتنين وفي الاخلى ما وقع على الأرض الحكم بيقوله قوم قوم لأما هاديك تكنيك لفاو تمثير يعني كرة غريبة جدا يعني كرة استفزتني يعني الولد ماسك هو موقع على الأرض والحكم بيقوله قوم قوم لأما هاديك تمثير يعني بيوضحة جدا يعني لغاية انت هنفضل نعاني والجماهير خلاص ما بقاش عندها ثقة يا جماعة حرام حرام لازم يشوفوا حل في موضوع التحكيم النهاردة النهاردة لازم زي ما حاضركم شايفين دي وعشرين ثانية فضل لازم النهاردة يكون فيك يعني ما عرفش عرفش نعمل ايه ما عرفش احنا طبعا يعني حرام يعني يعني احنا بنتكلم عالجزء اللي لنا برضو بنتكلم عالجزء اللي علينا يعني انا فيش فيها مشكلة انا عايزين حاكم يكون فير وخلاص يعني فيه وكف واردو في اخر الشوت وكف واضح جدا الحاكم متحسبش مش فاهم ازاي وقد ممكن تقديل سريب بوينتو بوس تلاقي الكورة مسأل ماتش تلع بونت ولا حيك